الناس اللي عندها سمنة موضعية لكن الوزن بتاعها معقول مدخلش في السمنة المفرطة ودي بتتحسب بمعادلات معينة بنحسب بيها معامل كتلة الوزن مش المفروض ان احنا نبقى نلهي نفسنا بحاجة زي كده دي بتتعمل في المركز عند الدكتور اللي يقدر يقول لنا احنا فين هل احنا سمنة مفرطة ولا احنا في الأفريج لكن عندنا زيادات في بعض الأماكن صعب ان هي تنزل بالضايت وصعب تنزل بالرياضة عشان ساعات فيه ناس عشان تخسس منطقة معينة بتلاقيه الشخص بتلاقيه كل جسمها قل ويمكن المنطقة دي نفسها مش راضية تقل صح كده ده غير النهاية كمان المنطقة ممكن كمان ما تقلش عشان كده احنا بنساعد الكلام ده بتقنية زي الفيزر ان احنا نتخلص من المنطقة دي في وجود جسم كويسي يبقى اول حاجة ان يكون اصلا كويس ما عنده سمنة مفرطة تمام لازم يكون الستايل بتاع حياته صح يعني بيلعب رياضة وماشي على نظام صحي سليم عشان ما يفاجأش ان الدهون رجعت تاني يعني ممكن الدهون ترجع تاني طبعا لان هو دلوقتي احنا حديثا اكتشفنا ان الدهون فيه صورة على الشاشة تحب حقيقة عليها اللي هي فيها اماكن تراقم الدهون في جسم الانسان هنا طبعا عشان نبقى متخيلين ان دي اشهر اماكن بيتحتاج للنحت ودي اللي فيها السمنة الموضعية الاشخاص اللي عندهم سمنة الموضعية ممكن تبقى موجودة فيه منطقة اللغد الظهر الوسط الجناب الفخدين او المؤخرة كل دي مناطق فعلا بيبقى فيها شكوى من وجود السمنة الموضعية نرجع تاني على موضوع رجوع الدهون احنا اكتشفنا حديثا ان الدهون المتبقية تحت الجلد اللي احنا بنسيبها لان لازم نسيب طبقة طبعية من الدهون لان ده بيتبطن الجلد ممكن تزيد في الحجم ومش العدد يعني لو حد لخبط بعد العملية عدد الخلايا الدهونية مش هيزيد ولكن حجم الخلايا الدهونية هي اللي هتكبر ولكن حجم الخلايا الدهونية